اشتركوا في القناة ونسجل ونحصل على خمسين جيجاج لتعدين البيتكوين من اصدق موقع تعدين سحابي متكلمنا وقلنا ان هذا الموقع موقع صادق ومضمون له شروحات كثيرة له سحبات كثيرة من العرب ومن الاجانب الى درجة ان بعضهم قد سحب ستمائة دولار دفعة واحدة في مرة واحدة لذلك اتمنى من الجميع ان يقوموا بالتسجيل في هذا الموقع عن طريق الرابط الذي سوف افعه لهم اسفل الفيديو ان شاء الله واستغلاله في تعدين البيتكوين فهو موقع صادق 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 جدا ومضمون طبعا وهو ليس حديث عهد بل له فترة طويلة جدا وهو موجود على الانترلان تحديث الجديد الذي نزل في هذا الموقع هو عبارة عن V هاش باور طبعا او V جيجا هاش خلينا نقول V جيجا هاش اختصارا وهذا جيجا هاش طبعا هذا التحديث الجديد طيب نفغط عليه هذا التحديث الجديد طيب كيف احصل على هذا التحديث الجديد V جيجا هاش في البداية V جيجا هاش لو نزلنا الى الاسفل طبعا بعد ان ضغطنا عليه نزلنا الى الاسفل تجد هنا V جيجا هاش لابد ان تحقق شرطين شرطين الشرط الاول لابد ان يكون لديك مئة الف جيجا هاش يعني هنا لابد ان يكون لديك مئة الف جيجا هاش المئة الف جيجا هاش تكون في العفوية V اي بي كما شرحنا انه موجود ثلاث عفويات لفريو ستاندر وال V اي بي V اي بي من مئة الف وفاو كما ترون V جيجا هاش موجود فقط في هذه العفوية V اي بي اذا لابد ان تكون عفوية V اي بي حتى يكون عندك مئة الف جيجا هاش والعقد عقد التعدين اي عقد من العقود الستة التي شرحناها هنا وهي ثلاث شهور وست شهور كما ترون ثلاث شهور وست شهور وسنة وخمتلاف سنوات وخمستاشر سنة ومدى الحياة كما ذكرت وعيد وكرر انا افضل عقد مدى الحياة طيب الان لنفترف انه اصبح لدينا مئة الف جيجا هاش اي اصبحت وفي عقد التعدين مدى الحياة اي اصبحت عفوية V اي بي الان الشرط الثاني يقول لي لابد ان تدخل وتجعل الارباح من مئة الف جيجا هاش تنزلك في اين في V جيجا هاش او تنزلك خمسين بالمئة في V جيجا هاش وخمسين بالمئة في عملة USDT يعني ما راح تنزلني في البيتكوين طبعا استطيع ان اجعلها تنزل فقط في البيتكوين ولا اوفعل هذا الخيار او حتى اذا فعلت هذا الخيار استطيع ان ارجع وافعل هذا الخيار واترك هذا الخيار يعني اتركه يولي خلاص بالضغط هنا بعد ذلك طبعا انا مسجل دخول وكل شيء انت لن ترى هذه الاشياء تفغط على تعديل هنا تخرج هذه لك الصفحة تنزل الى الاسفل هنا تحددوا على خيار V جيجا هاش او تجعله خمسين بالمئة عملة USDT عملة الدولار المشفرة وخمسين بالمئة على V جيجا هاش طبعا انا ما عندي لذلك على عملة البيتكوين طيب الان اذا فعلت هذا الخيار انت حصلت على هذه الميزة الجديدة طيب كيف احسب الارباح الان يقول لك تأخذ تأخذ الان اليوم الاول اصبح عندي مئة الف جيجا هاش ها هي مئة الف جيجا هاش زائدا V جيجا هاش اليوم الاول بيكون عندك صفر توك مودع ثم تضربها في صفر فاصلة صفرين اثنين لنرى الآن اذا مئة الف زائدا هذه مئة الف جيجا هاش V جيجا هاش اليوم الاول بيكون صفر في صفر فاصلة صفرين اثنين بيكون عندي كم مئتين V جيجا هاش هذا اليوم ايش الاول اليوم الثاني بينزل لي هنا كم مئتين اليوم الثاني كيف يصبح اليوم الثاني بيكون عندي مئة الف ها هي موجودة في ال جيجا هاش وال V جيجا هاش بيكون عندي مئتين هذا اليوم الثاني افوا زائدا مئتين V جيجا هاش ضرب صفر فاصلة صفرين اثنين صفر فاصلة صفرين اثنين زائدا المئتين الموجودين هنا يصبح عندي أربعمائة فاصلة أربعة يعني بهذا الشكل يعني كأنه ينفاف يعني اليوم الثاني هنا ينفاف علي الرصيد اليوم اليوم الأول نزل مئة ثم اليوم الثاني نزل مئتين فاصلة اثنين انفافت على المئتين الموجودة هنا اصبحت أربعمائة فاصلة اثنين وهكذا وهكذا طيب لو تجي لعملة هذه اليو اس دي تي كيف تحسبها احسبها بهذا الشكل الجيجاهاش مئة ألف زائدا بيكون أول شيء أول ما تودع بيكون موجود عندك هنا في V جيجاهاش صفر طب ربها في كام في صفر فاصلة ثلاثة صفار بار صفر فاصلة ثلاثة صفار تسعة يكون عندك كام هنا تسعين اليوم الأول اليوم الثاني يكون عندك مئة ألف جيجاهاش زائدا يكون تسعين هنا طيب ضرب صفر فاصلة ثلاثة صفار تسعة زائدا التسعين التي نزلت هنا اليوم الثاني بيكون عندك هذا المبلغ طبعا مو صحيح يبدو انني اخطعت في شيء على المهم عيد الحسبة زايدا زايدا تسعين عفوا ماذا ما صفر لان هم جيجاهاش هنا اين مئة ألف زايدا تسعين ساوي بار صفر فاصلة ثلاثة أصفار تسعة ساوي زايدا تسعين يكون عندي مئة وثمانين فاصلة صفر واحد وثمانين موجودة هنا طبعا بهذا الشكل ايضا من الذي نريد ان نتكلم عن طيب هذا الفي جيجاهاش الذي نزل الان هنا الفي جيجاهاش عفوا ليس ينزل هنا بل هنا هنا الفي جيجاهاش نعم انا لم اخطئ صفر فاصلة صفر الآن لا يوجد لدي في جيجاهاش ما اريد ان اقول الفي جيجاهاش انا الان شريت مثلا في عقد فلاف شهور او عقد ست شهور او عقد سنة او عقد فلاف سنوات او عقد خمست عشر سنة هل هذا الرصيد له وقت معين وينتهي اقول لكم لا فالعقد لا ينتهي بل يقول انه ايش اه هذا العقد اه يعني مدى الحياة انظروا هنا في جيجاهاش از اه لايف تيمي اه طبعا يعني مدى الحياة مدى الحياة كما ترونها هنا لو ترجمناها سوف تجدون انه عقد هذا مدى الحياة يعني لا ينتهي لا تخاف حتى لو اخذت عقد ثلاثة شهور لن ينتهي لكن كما ذكرت انا لا افضل عقد العقد الذي ينتهي افضل عقد مدى الحياة اه كان هذا كل شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك للفيديو مشاركة هذا الفيديو مع اصدقائكم لتعم الفائدة وفي امان الله في دروس قادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة